اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هتبقى حلقتنا هتدور حول انواع سمامات التحكم الهيدرولوكية هنبدأ مع بعض حلقتنا بسمامات التحكم التوجهية ودي سمامات مهمة جدا جدا احنا بنركبها في منظومات التحكم الهيدرولوكية وبتعمل على توجيه السائل الهيدرولوكي في دائرة التحكم وكذلك اقاف السائل الهيدرولوكي في اي مكان في الدائرة يعني دي اللي بتحول السائل الهيدرولوكي ان هو يتحرك في اجزاء الدائرة وايضا بتتحكم في اقافه في اي وقت في دائرة التحكم او منظومات التحكم الهيدرولوكية طبعا هذه السمامات لها انواع كثيرة جدا هنعرف انواعها ونعرف ازاي بتسمى هذه السمامات وازاي ان احنا نقرأ السمام دوت على اي دائرة وايه هي اوضاع التشغيل بتاعته سواء كانت اوضاع تشغيل ميكانيكية او كهربائية كل هذا هنعرفه باذن الله في حلقتنا اليوم مع بعضينا بقى على الشاشة ونبدأ نتعرف على اول جزئية وهي سمامات التحكم التوجيهية مع بعضينا على الشاشة الشاشة بتاعتنا بتعرض لنا بتقول ان سمام التحكم التوجيه دوت هو بيعمل هذا السمام على التحكم في بداية حركة واتجاح السائل في الدوائر الهيدرولوكية وكذلك اقاف السائل في الدائرة وبالتالي تحديد اتجاه حركة المشغلات سواء كانت سلندرات او محركات هيدرولوكية يبقى احنا كده نعرفين يا ولاد ان اسمات التحكم التوجيهية هي بتعمل على سريان السائل في دوائر التحكم الهيدرولوكية او اقافه وبما انها بتعمل على سريان السائل الهيدرولوكي في الدائرة فبالتالي هي بتقدر ان هي تحرك الحمل بتاعي او تحرك المشغلات والمشغلات اللي انا بحتاجها في دوائر التحكم الهيدرولوكية اما سلندرات او محركات لو الحركة اللي انا طالبها من منظومة التحكم دي حركة خطية مستقيمة في الحالة دي انا بستخدم المشغل بتاعي سلندر وزي ما احنا عارفين ان احنا عندنا سلندر ده انواع سلندر اللي اما بيكون مفرد التأثير يعني بأثر عليه من خلال فتحة واحدة او سلندر مزدوج التأثير واما ان السمامات دي تحرك مشغلات من نوع اخر وهي المحركات يبقى انا عندي السمام التحكم التوجيه فايدته ان هو بيتحكم في سرايان السائل الهيدروليكي او الزيت الهيدروليكي داخل المنظومة الهيدروليكية وكمان بيتحكم في ايقاف هذا السائل في اي مكان في الدائر طيب وايه كمان قال لي وبناء على التحكم في سرايانه او ايقافه بيتحكم في حركة السلندر او المحرك او المشغلات بصفة ايه بصفة عامة يبقى هو بتحكم في حركة السائل وايضا حركة مين المشغلات ما بعضينا بقى على الشاشة نشوف السمام ده ازاي نعرف نقرأه بيتكون من ايه ما بعضينا على الشاشة السمام بتاعنا اللي قدامنا ده لو لاحزنا يا ولاد انه هو بيبقى فيه وضعين كل غرفة من دي بنسميها وضع وديه عنوان لحاجة اسمها الطبه يعني فتحة مغلقة وايضا الفتحة التانية دي فتحة ايه مغلقة يبقى الوضع ده فيه كام فتحة فيه فتحتين بس الفتحتين هنا ملهم وضعهم مغلقين طيب تعالا بقى نشوف الوضع التاني ده فيه برضك فتحة دخول السائل الهيدرولكي وفتحة خروج السائل الهيدرولكي يبقى ازا الوضع التاني ايضا فيه كام فتحة فيه فتحتين طب والصمام ده كام وضع قلنا المربع يساوي وضع يبقى عندي وضعين وكل وضع فيهم في فتحتين يبقى السمام اسمي ازاي هنروح بقى على السلايد بتاعتنا الجميلة اللي هتقول لنا هنسمي السمام ازاي السلايد بتاعتنا بتقول لنا ايه احنا هنسمي السمام بتاعنا بعدد الفتاحات في الوضع الواحد على عدد الاوضاع طيب جميل اوي الكلام بتاعنا ده احنا عندنا كام وضع يا ميس احنا عندنا يا ولاد المربع ده يسمى وضع يبقى انا عندي كم مربع دلوقتي في السمام عندي مربعين يبقى انا كم وضع تشغيل عندي وضعين للسمام وضع اول اللي هو فيه الفتحتين المغلقين ووضع تاني اللي هو فيه الفتحتين اللي هم المفتوحين على بعض دول يبقى انا دلوقتي لما اقول عدد الفتحات في الوضع الواحد كم فتحة فيه فتحتين وعندي كم وضع فيه وضعين يبقى اسم السمام ده كم على كم اتنين على اتنين جم منين يا ميس قلنا القانون بيقول ان عدد تسمية السمام يساوي عدد الفتحات الموجودة في وضع واحد على عدد الاوضاع تعالى نحلل الكلمتين دود عدد الفتحات الموجودة في وضع واحد كم فتحة اتنين وعدد الاوضاع كم وضع اتنين طب القانون بيقول لي ايه بيقول لي اسم السمام يساوي عدد الفتحات في الوضع الواحد على عدد الايه الاوضاع انا عندي فتحتين وعندي وضعين يبقى السمام ده يساوي اتنين على كم على اتنين يبقى يتم تسمية السمام وفقا لعدد الفتحات الموجودة في احد الاوضاع على عدد الاوضاع التوصيل اللي موجودة عندي عدد الاوضاع بضعة التوصيل اتنين وعدد الفتحات الموجودة في احد الاوضاع اتنين يبقى السمام ده اتنين على اتنين لماذا لان عدد الفتحات 2 وعدد الاوضاع 2 فاسم السمام بقى 2 على 2 تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض كده لو انا عندي سمام بقى يا ولاد فيه 3 اوضاع وعندي في كل وضع فتحتين احنا قلنا عدد الفتحات على عدد الاوضاع انا عندي فتحتين في كل وضع و3 اوضاع يبقى اسم السمام ده ايه 2 على 3 يبقى انا لما اجي اقول ازاي اقدر اسمي السمام بتاعي هقول السمام ده فيه كم وضع تشغيل وده يتحط في المقام طب وكل وضع تشغيل فيه كم فتحة وعدد الفتحات بداية كل وضع تتحط في البست احط البست على المقام يبقى انا كده سمتي الايه السمام عندي سمام فيه 5 فتحات في الوضع وهو 3 اوضاع يبقى السمام ده كم؟ 5 على 3 عندي سمام فيه 4 فتحات في الوضع وهو وضعين يبقى ده كم؟ 4 على 2 طب احنا مش عارفين بردك يا ميس ادينا النمازج دي ما رسوهما واحنا نعرفها من على الرأس اللي سلايب بتاعتنا الجميل على الشاشة هتدينا بعض النمازج ونعرف نقراها ازاي من على الرأس مع بعضينا كده على السلايب بتاعتنا بتقول لنا احنا عايزين نقرأ مع بعض السمام ده السمام ده يا ولاد كم وضع عندي؟ هم وضعين طب وكل وضع فيه قد ايه؟ في فتحة ايه؟ اللي بدأ اتنين على كم؟ اتنين على اتنين طب تعالا للسمام اللي بعض يا ولاد عدد الفتحات في الوضع الواحد السهم دايما يا ولاد بفتحتين السهم يساوي فتحتين والطبة فتحة واحدة يبقى انا عندي هنا كم فتحة في الوضع؟ 3 فتحات طب انا عندي كم وضع؟ 2 يبقى عدد الفتحات على عدد الاوضاع 3 فتحات على وضعين يبقى اسم السمام 3 على 2 يبقى اسم السمام كم يا ولاد؟ 3 على 2 طب جميل اوي تعالوا نقرأ السمام اللي بعضه ده ولادي بقى يقروا معاها كده انا عندي كم وضع يا ولاد؟ انا عندي وضعين المربع بوضع والمربع التاني وضع يبقى انا عندي وضعين طب عندي كم فتحة في الوضع الواحد؟ 4 فتحات فانا باخد عدد الفتحات في احد الاوضاع لانها بتبقى كلها متساوية لو انا عندي وضع في اربع فتحات لازم كل الاوضاع تبقى فيها اربع فتحات بس سيستم دخول السائل وخروج السائل فيها هو اللي بيختلف بس طالما عندي في احد الاوضاع اربع فتحات لازم يكون كل الاوضاع فيها نفس الاربع فتحات فتحات ولكن سيستم تشغيل السائل فيها هو اللي بيختلف يبقى انا عندي دلوقتي وضعين واحد الاوضاع في اربع فتحات يبقى انا لما اقول عدد الفتحات على عدد الاوضاع هقول اربع على اتنين يبقى السمام ده اسمه كم على كم؟ اربع على اتنين جميل اهو الكلام بتاعنا ده ياولاد طب نيجي بقى نشوف السمام الجميل ده كم على كم؟ مهما يكبر معاك السمام ما تقلقش خالص احنا بقينا بنعرف نقرأ سمامات خلغوس عدد الفتحات في احد الاوضاع كم؟ اربعة عندي كم وضع؟ تلاتة في الحالة دي عدد الفتحات على عدد الاوضاع يبقى انا عدد الفتحات في احد الاوضاع اربعة على عدد الاوضاع تلاتة يبقى السمام ده نقرأه اربعة على تلاتة طب يا ميس حضرتك ليه حطلنا الحاجات دي ده هنا ياولاد بنقول لك السمام اللي هو في ايه تلات اوضاع ده بيبقى فيه وضع للتشغيل وضع للرجوع وضع لإيقاف البستن في أي مكان طيب وضع الإيقاف ده ولاد بيبقى ليه كذا اسلوب وكذا نظام فدي كده أوضاع الوضع المحايد اللي هو وضع الإيقاف ممكن لقيه بياخد من البراشر ويدي على التنك ممكن لقيه بياخد من البراشر ويدي على الA واخد من الB ونزل على التنك بس فيه فتحة إرشاد ما بينهم ممكن لقيه بياخد من غافل البراشر خالص ودايما بياخد من الA وينزل على مين على التنك وبياخد أيضا من الB ينزل على التنك وممكن لقيه وضع المحايد هو مغلق في جميع فتحاته هو مغلق في جميع ايه ولاد فتحاته أهم حاجة من اللي سلايد بتاعتنا دي إن احنا نفهم حاجة مهمة جدا 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 إن أي سمام علشان أقرأ خقرأ عدد الفتحات اللي موجودة في أحد الأوضاع بتاعته على عدد الأوضاع المثال ده أنا هكرره تاني عدد الفتحات في الوضع الأول كم؟ أربعة عندي كم وضع؟ تلاتة يبقى السمام عدد الفتحات على عدد الأوضاع يبقى أربع فتحات على تلات أوضاع يبقى السمام ده أربعة على تلاتة يجي لك أي سمام شباب باي عدد من الفتحات باي عدد من الاوضاع خلاص احنا معنا القانون في دماغنا القانون بيقول لي عشان اعرف اقول اسم السمام ده كم على كم هحط عدد الفتحات في البسط عدد فتحات احد الاوضاع من الاوضاع كلها احطها في البسط واحط عدد الاوضاع بتاع السمام عندي في المقام ويبقى كده عندي بسط على مقام اقرأ يبقى ده اسم السمام بتاعي تمام جالي انا عندي سمام في احد الاوضاع بتاعته كان فيه عندي خمس فتحات وهو كان عبارة عن وضعين يبقى السمام ده كمالة كم يبقى خمسة على اتنين طيب انا عندي وضع فيه فتحتين بس وهو كان عبارة عن ثلاث اوضاع يبقى ده كم عدد الفتحات في احد الاوضاع اتنين وثلاث اوضاع يبقى انا عندي اتنين على ثلاثة خلاص احنا كده بقنا شطار ونقدر نقرأ اي سمام تحكم توجيه يقبل تمام حبايبي نبدأ بقى نشوف فيلم كده جميل هيعرفنا ايه ازاي سمام التحكم التوجيه ده بيشتغل وازاي بيوصل لنا السائل اللي هيدرولكي وازاي بيوقف السائل اللي هيدرولكي فيلم بسيط قوي كده هنشوفه هيشرح لنا الجزئية دي مع بعضنا على الشاشة الجميلة بتاعتنا السمام ده يا ولاد هو عبارة عن ايه هو عبارة على وضع النزول يعني انا دلوقتي باخد من فوق من الفتحة ايه وبنزل السائل على مين على التانك انا باخد السائل اهو من فوق باخد السائل اهو من فوق وبنزله على مين على التانك اول ما دوس على الزرار ده اول ما دوس على الزرار ده الاسبرينج ريترن ده هيتاخر وبالتالي هيجيلي على الوضع ده هلاقي السائل ايه وقف ليه لان في الوضع دوت السائل بتاعي هيحصله ايه هيوقف بص يا أولاد يعني انا لما دست دلوقتي وتحكمت في السمام هنا وزقيت الوضع دوت كده وشغلته في الحالة دوت عمل سكل مين للسائل انما لما يرجع هيرجع على الوضع ده فياخد السائل من فتحة ايه بتاعة السلندر ويبدأ ينزلها لي على مين على التانج ده كده تشغيل السمام سواء كهرابي او يدوي يعني احنا دلوقتي السمام عندي ممكن يشتغل باسلوب كهرابي او باسلوب يدوي لو انا شغلته بالحالة ديت يبقى انا شغلت مشغلت ايه الكترو بالكهرباء يبقى السمام لما اجي افتحه هياخد السائل بتاعي وادهولي على التانج اول ما يجي على وضع التوقف ويدغط الاسبرينج ريترن ده هبص هلاقي ان السائل بتاعي بيتوقف مش بيمر في السمام يعني احنا عندنا الجزئية ديت كده تانية جزئية ديت كده تانية اولاد احنا عايزين نقول ان انا عندي هنا او بص هنا اولاد ده سمام كم على كام اربعة على تلاتة ده سمام كم على كام اربعة على تلاتة عندي سبرينج ريترن من الايه من الجنبين علشان نعرف نقرأ برضك السمام انا عندي هنا هبدأ ادي له اشارة واشارة تانية وهبدأ ان انا اتحكم ايه فيه فقال لي هنا ان السمامات بتختلف وفق اسلوب التحكم في السمام علشان انا عايزة اجيب لكم بس جزئية كده تانية كده من السمام الجزئية الاولانية علشان نعرف طريقة التشغيل بتاعت السمام مرة تانية دي مهمة جدا ده وضع التشغيل لما دوست على سبرينج ريترن جبته على وضع التوقف الحتة دي اللي انا عايزة بس الفيلم ايه تاخدوا منه النقطة ديت بص هو جاء على الوضع الاول التاني اللي هو بتاع التشغيل هنا انا قدت بشغله بتشغيل يدوي دلوقتي لو انا حبيت ان انا شل التشغيل اليدوي وخليه تشغيل كهرابي فبحول الزرار اللي هو البوش بوتون بتاعي الى سلونيد والسلونيد ده بتحكم فيه كهرابي انا عندي هنا اوضاع التحكم في تشغيل السمام مختلفة ممكن اتحكم في تشغيل السمام التحكم الهايدرولكي يدوي وممكن اتحكم في تشغيل السمام الهايدرولكي عن طريق القهرباء او الكتريك قهرابي يعني ممكن التحكم بتاعي يكون زي ما احنا ما شايفين كده قهرابي وممكن يكون التحكم بتاعي push button ده يا ولاد اللي احنا كنا عايزين نقوله بالنسبة لسمامات التحكم التوجيه اللي احنا قلناها الاوضاع بتاعة التشغيل بتاعتها ممكن تكون يدوية وممكن تكون قهربية يبقى احنا دلوقتى الشباب احنا عايزين نعرف احنا اسمام التحكم التوجيه اللي احنا عرضناه ده يا اولاد. انا عندي السمام زي ما قلنا لوضعين. صح? طيب. عندنا وضع. كان فيه تبط. معنى كده ان السائل ولا هيخرج من المضخة ولا هيوصل لمين? للسيلندر. يبقى السائل واقف فين? واقف ما بين المضخة وما بين سمام التحكم التوجيه. سمام التحكم التوجيه مش هيخرجوا لمين? للسيلندر. ليه? لان الفتحات مزدودة. فبالتالي السائل واقف ما فيوش ايه? ما فيوش حركة خالص. طيب انا عايزة السائل ده يبدأ يتحرك من السيلندر ينزلي على التانك. فهروح عامل ايه? ضغط على الزرار. اما ضغط على الزرار انا عندي حاجة اسمها سبرينج ريتيرن اللي هو اياي الرجوع. الياي ده هيبدأ الوضع الاولاني يتضغط عليه ويجي مكان الوضع الاولاني وضع ايه? وضع رجوع السائل من السيلندر. هلاقي السائل بيجيني بينزلي من الفتحة ايه من السيلندر? هيوصل لمين? للتانك بتاعي. يبقى انا دلوقتي عرفت فايدة الاوضاع دي ايه ولاد? فايدة الاوضاع دي سواء ان هي بتحرك السائل او بتوقف لي الايه? بتوقف لي السائل. وبتعلي طالما بتحرك لي السائل في اتجاه معين يبقى بتقدر ان هي تتحكم لي في حركة السيلندر ايضا في اتجاه ايه معين. تمامي شباب? نبدأ بقى مع بعدينا كده نشوف السلايل بتاعتنا هتعرض لنا ايه? اخر من سمامات التحكم التوجيهية. مع بعدينا على الشاشة. هنا بيقول يا ولاد انواع سمامات التحكم التوجيهية. انواع سمامات التحكم التوجيهية عندي نوعين يا ولاد. عندي نوعين. السمامات القفازة والسمامات الظلاطة. وتكون السمامات دي اما مباشرة التشغيل او غير مباشرة على القوة اللازمة لتشغيلها وبالتالي حجم السمام. ايه الكلام الجميل ده يا مس? اه احنا عندنا بقى يا ولاد في السمامات اللي احنا شفناها دي. عندنا حاجة اسمها. سمامات قفازة وسمامات الظلاطة. نقطة بقى ونعرف يعني ايه قفاز ويعني ايه زلاط. ايه الظلاطة يا اولاد اللي احنا شفناها انا معايا زي دراع ببدأ اسحبه بيجيب لي الوضع التاني او بيغير لي الاوضاع. يعني دراع باسحبه بيغير لي اوضاع الايه السمام. المغلق يخليه مفتوح والمفتوح يخلي ايه مغلق يبقى الوضع بيختلف حسب سحب الازراع الايه الظلاطة. حلوة. طيب يبقى مين اللي بتحكم في فتحة او غلق فتحات الزيت? جسم داخل السمام يسمى الظلاطة. اشده يبعد عن الفتحات فيفتح الفتحات. ادخل الجوه يشدلي الايه? الفتحات. يبقى دا اسمه نوع الظلاطة. طب ايه بقى القفاز? قال لي القفازة بدل الظلاطة اللي بيقفل الفتحات لا انا حطيت بلية حديد كده ويايه. اول ما اضغط على الزرار الياي دا يروح متمدد البلية دي تيجي على الفتحة وتروح ايه? افليها. طيب. ويا مثلي عملونا قفاز وعملونا ظلاط. يا اولاد احنا عندنا السوائل انواع. عندنا سوائل لزوجتها خفيفة. وعندنا سوائل هيدرولوكية لزوجتها ايه? عالية جدا. السوائل اللي لزوجتها خفيفة لو انا استخدمت معاها الزلاط نتيجة صحب للزلاط ورجوع للزلاط وصحب تاني ورجوعي. الزلاط دا بيتآكل. بيحدث فيه نسبة تآكل. فبالتالي لو استخدمناه مع السوائل الخفيفة هيحدث تسريبات عالية جدا فين? في المنظومة الهيدرولوكية. هلاقي المعدة الهيدرولوكية لا تعمل بنفس ايه? كفائتها. طيب. لذلك لما نشتغل في منظومة هيدرولوكية فيها لزوج السائل هيدرولوكي خفيف لابد من استخدام سمامات التحكم التوجيهية القفازة وليست الزلاقة. ولكن في حالة استخدام معدة هيدرولوكية ذاتها لزوج السائل هيدرولوكي عالية استخدم سمامات التحكم الزلاقة. تمام يا ولاد؟ يبقى سمامات تحكم الكفازة تعمل مع السوائل الهيدرولوكية الخفيفة حتى الماء. حتى المياه. تمام؟ إنما القفاز الزلاق يستخدم مع سوائل هيدرولوكية ذاتها لزوجه العالية جدا. تمام حبيبي؟ طيب. وده ليه؟ لأن نتيجة سحب الزلاق وتحريكه يؤدي إلى حدوث تآكل في جسم الزلاق والصمام مما يؤدي إلى حدوث تسريبات لذلك لا يعمل إلا مع السوائل الهيدرولوكية ذاتها لزوجه العالية جدا. تمام حبيبي؟ يبقى إحنا دلوقتي عرفنا إن سمامات التحكم التوجهية ووظفتها إن هي هتتحكم لي في كمية لا تحكم في توجيه الزيت الهيدرولوكي أو السائل الهيدرولوكي في الدائرة. وكمان هي المسؤولة عن استمرار سريانه في الدائرة أو إيقافه. عن استمرار سريانه في الدائرة أو إيه؟ أو إيقافه. وبالتالي هي المسؤولة عن حركة الزراع الإيه؟ السلندر بتاعي أو المشغل سواء كان سلندرات أو محركات أو إيقاف حركة المشغلات أو المحركات. حلوة أو ده كده وظيفة سمام التحكم التوجيه. عرفنا أيضا إزاي أقدر أسمي السمام بتاعي ده إن هو بيسمى بعدد الفتحات الموجودة في أحد الأوضاع على 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 عدد الأوضاع بتاعس. وأخدنا مثال لو أنا عندي سمام في فتحتين في أحد الأوضاع وهو تلات أوضاع يبدأ يتنين على تلاتة وعرفنا إزاي نسمي لإيه السمام. سمامات التحكم التوجيهية عرفنا منها إن هي فيها نوع القفاز ونوع آخر الظلق. وعرفنا إن السمامات القفازة بتيبع عبارة عن مكان فتح وغلق الفتحات لمرور سائل هيدرولكي. بيبع عبارة عن عنصر غلق ويا. هو ده اللي مسؤول عن فتح وغلق السمامات. وهذه السمامات القفازة تستخدم مع السواعي الزيتة لزوجها الخفيفة حتى المية لانها ما بتعملش عملية تسريب ولكن صمامات التحكم الزلاقة دي بتبقى عبارة عن فتح الفتحات بتاعت مرور الزيت بيعتمد على حركة الزلاق للداخل والخارج ونتيجة حركة الزلاق ده بيؤدي الى تآكل في جسم الزلاق وايضا في جسم الزلاق مما يؤدي الى حدوث ايه تسريبات لذلك تعمل مع سواء الهيدرولوجيا زيتة اللزوجة ايه المنخفضة او زيتة اللزوجة العالية جدا زيتة اللزوجة العالية ايه جدا ليه عشان تمنع الايه التسريبات عشان تمنع التسريبات بتاعك ده كده سموات التحكم التوجيهية ما بعدين بقى الشاشة بتاعتنا ونشوف كده فايدة سموات التحكم التوجيهي داخل الدايرة من فيلم جميل كده هو الفيلم ده هيعرض لنا سموات التحكم التوجيهي اه بصوا بقى شباب كده في الدايرة اللي قصدنا احنا عندنا ده عبارة عن سموات حد الضغط وده سموات التحكم التوجيهي كم على كم؟ 4 على 3 طيب ايه اللي هيحصل هنا المضخة هتسحب الزيت من الخزان المضخة هتبدأ تاخد الزيت بتاعي وتبدأ الزيت يتوجه لمين؟ لسمام التحكم التوجيهي سمام التحكم التوجيهي هيبدأ ياخد الزيت ويبدأ يملى بيه مين؟ البستم البستم هيبدأ ينزل مين؟ الحمل بتاعي اللي هو الصندوق اللي انا عايز ارفعه او انازله فدلوقتي احنا بنشوف وظيفة السمام ده ايه؟ السمام ده لما جيه على وضع معين اللي هو الوضع الاولاني في الحالة دية ضغط الزيت جيه من الفتحة الاولانية دخل على مين؟ على سمام يسمى سمام الضغط السمام ده عمل على تنظيم الضغط المراد وصوله المين؟ للبستم يعني انا عايزة البستم ده يرفع الصندوق ده بضغط مثلا 30 بار فانا روح زابة سمام الضغط ده على 30 بار فبالتالي الحد الزيت او الزيت اللي هيخرج من هنا هيبقى ضغطه 30 مش ازيد اي ضغط زيادة هبص لقيه بييجي من عند المضخة وتاخده وتودي على مين؟ على سمام التحكم في الضغط ومنه على مين؟ على الخزان يبقى انا هنا كده ياولاد الضغط اللي هيخرجلي من سمام التحكم التوجيهي هو ضغط المضخة ضغط المضخة ده انا عايزة الضغط اللي يمشي في الدائرة كام بار لو عايزة 20 بار يبقى انا بزبط هنا السمام بتاع التحكم في الضغط بتاعي ده على 20 بار اي ضغط زيادة هيدخل للدائرة السمام ده بيفتح وينزل للضغط الزيادة عالميا على الخزان بعد كده سمام التحكم التوجيهي ده بياخد الزيادة ويبدأ يرفعولي المين للسيلندر بيرفعولي بالضغط المطلوب بالضغط الايه المطلوب وبقيس الضغط المطلوب من خلال مين جهاز المانوميتر اللي موجود لقياس الايه لقياس الضغط وده اللي بيزبطلي ان الضغط اللي داخل للسيلندر هو الضغط المطلوب لطرد او صحب الحمل بتاعي لطرد او صحب الايه الحمل بتاعي فاحنا دلوقتي لو شفنا تاني كده احنا عندنا هنا اهو المضخة بتسحب الزيت من اين من الخزان البستن بتاعي مليان بالايه بالزيت اي ضغط الزيادة عن الدايرة انا مش عايزاه بيبدأ ينزل على فين على الخزان بتاعي طيب انا عايز اعرف بقى دلوقتي ايه فايدة السمام دوت السمام ده عمل على صحب الزيت اللي جاي من المضخة ويبدأ يشتغل ويجيني وضع تشغيل ويبدأ ياخد الزيت بتاعي ويوصله المين للبستن البستن يبدأ يدفع لي مين الحمل وينزل طيب انا عايز ارفع الحمل بقى بتاعي لازم السمام هنا يجيلي على وضع تالي يبقى في الحالة دي انا لازم اعمل ايه اقصر على السمام بتاعي بص هنا بيقول لي ايه بيقول لي ان البستن خلاص اتملأ ونزلي حسب الضغط اللي انا ايه اللي انا زابط عليه سمام حد الضغط في الحالة دي انا عايزة بقى ابدأ ادفع او اطلع الحمل بتاعي الفوق يبقى الدفع مش هيبقى من خلف البستن الدفع في الحالة دي هيبقى من امام الايه من امام البستن وعشان الدفع يجيلي من امام البستن لازم وضع السمام اللي هو التحكم التوجيه هنا يختلف من وضع تقدم لوضع ايه رجوع انا هو جالي على وضع الايه الرجوع في الحالة دي الزيت بتاعي ييجي يبدأ يؤثر على الجزء اللي هو أمام المجبس يرفعه وفي الحالة دي يبدأ يرفع البسم هنا بقى أنا بدأت ان أنا أدي مشوار التقدم تاني الزيت رفعت وهنا بيوريني وظيفة سمام التحكم التوجيه.هو يا أولاد لما جاءع الوضع التاني هيرفع.لما ييجع الوضع الاولاني هي إيه هيقدم. تمام ده وظيفة سمام التحكم التوجيه هو في مشوار التقدم ومشوار الليه الرجوع كده احنا عرفنا من الفيلم الجميل بتاعنا ده يا ولاد ايه هي فايدة سمام التحكم التوجيهي وده كان فيلم مهم جدا جدا بيوريك ان سمام التحكم التوجيهي له اوضاع في وضع بيبدأ ان هو ينزل الحمل بتاعي ووضع اخر بيرفع للحمل ووضع تالت بيسبت للحمل ولو احنا اخدنا يا ولاد مثال لو انا شفت الناس اللي هي بتشتغل في العربية فبلقيها ان هي بترفع العربية بتاعتي اللي اعلى خالص وبعد ده مش ورد تقدم وبعد كده بتثبت العربية على ارتفاع معين تشتغل فيه يبقى ده وضع ايه وضع تاني اللي هو وضع ثبات الحمل وبعد كده بتنزل الايه العربية بعد ما بتخلص تشغيل فيها يبقى انا عندي هنا السمام ده علشان يرفع للحمل ويثبت الحمل وينزلهولي لازم يكون بكم وضع لازم يكون بسلاس ايه اوضاع لذلك احنا قلنا ان سمامات التحكم التوجيهية اللي هي بتوجه للحمل في اتجاه معين لازم يكون لها مجموعة من الاوضاع الاوضاع دي بنحطها حسب المنتظر من تشغيل المنظومة الهيدروليقية انا محتاجة المنظومة الهيدروليقية بتاعتي دي تعمل على وضعين ترفع وترجع ولا ترفع وتثبت وبعد كده ترجع طيب انا لو حبيت ان هي هترفع وترجع الحمل في الحالة دي بقى انا هشتغل بسمام تحكم توجيه كم وضعين فقط ولكن لو انا حبيت ان هو يرفع للحمل بتاعي ثم يثبته ثم يرجع الحمل مرة اخرى في الحالة دي يتيب انا محتاج سمام تحكم توجيه كم وضع ثلاث اوضاع وده كان الهدف من الفيلم الجميل اللي احنا شفناه علشان يوريلي وظيف السمام التحكم التوجيهي واوضاع التشغيل الوضع الاول كان وضع ايه وضع تقدم للبسم وبالتالي السلندر السلندر تقدم وبالتالي الحمل ايه نزل طيب والوضع التاني كان وضع ايه رجوع طب وكان في وضع بعد ما هو نزل البسم الحمل بتاعي البسم وقف فترة يعني الحمل فدل وهو نازل وقف فترة يبقى انا عندي وضع ايه وضع محايد وبعد كده رجعت الحامل فبالتالي عندي وضع يسمى وضع الرجوع ولو احنا لاحظنا في الفيلم كمان ان سمام التحكم التوجيه كان لكل وضع كان فتحة كان سهمين وطبة وإحنا قلنا شباب ان اي سهمة عندي كان فتحة بفتحتين فبالتالي لما يكون سهمين يبقى اربع فتحات وطبة يبقى الفتحة الخمسة يبقى احد الاوضاع فيه خمس فتحات وانا كان عندي ثلاث اوضاع وضع التقدم وضع الرجوع وضع السكون يعني ثلاث اوضاع يبقى السمام ده كان نقرأه نقول عليه اسمه كم على كم خمسة على ثلاثة خمسة على ثلاثة ومعنى ثلاث اوضاع ان هو بيديني ثلاث اوضاع للتشغيل تمام حبايبي ده كده كان بيعرض لنا سمام التحكم التوجيه احنا كده اخدنا سموات التحكم التوجيهية بما فيها من كل ما يعنيها اللي هي تسمية السمام احنا بنسميه ازاي احنا قلنا عدد فتحات فيه الوضع الواحد على عدد الاوضاع انواع السموات فيه منها سموات قفزة وكذلك سموات زلاقة وقلنا ان سموات القفزة احنا بنستخدمها في حالة السوائل ذاتا لزوجها المنخفضة القفزة في السوائل المنخفضة حتى الماء لانها بتمنع اي تسريبات ولكن الزلاقة احنا بنستخدمها في السوائل الهيدرولوكية ذاتا لزوجها العالية قوي لانها نتيجة حركة الزلاق مع جسم السمام بيؤدي الى حدوث تآكل وبالتالي تؤدي الى تسريبات لذلك تستخدم فيه السوائل الهيدرولوكية ذاتا لزوجها العالية طيب احنا قلنا كمان ان سمام التحكم التوجيهي فيه منه اوضاع كتيرة جدا وضع تقدم وضع رجوع ووضع محايد حسب السمام اللي انا عايزه كمان يا ولاد في عندي حاجة اسمها التحكم في التشغيل سمامات التحكم التوجيهية انا عندي السمام ممكن اتحكم فيه بزلاق اللي هو ممكن اتحكم ببوش بوتوم زرار يدوي يعني انا عندي تحكم يدوي عندي تحكم ميكانيكي عندي تحكم هيدرولوكي عندي تحكم كهرابي يعني انا اشارة فتح الفتحات وغلق الفتحات ممكن تجيني من اشارة يدوية او اشارة كهربائية او اشارة هيدرولوكية او كمان ايه قلنا اشارة ميكانيكية او اشارة ايه ميكانيكية طب حضرتك قولنا كده امثلة على كل نوع لو اشارة يدوية اولاد احنا عندنا الزرار اللي هو البوش بوتوم او الان والايه والاوف لو عندنا اشارة ميكانيكية اللي هو البكرة او الليمي السويتش بتاعنا تمام او البدال طيب او الاسبرينج ريتين ان كل دي قصة اساليب تحكم ميكانيكي طب انا عندي لو اشارة هيدرولوكية هلاقي عبارة عن فتحات الفتحات دي هي ضغط الزيت الهايدرولوكي هو اللي بيأثر على تغيير اوضاع السمام بتاعه طب لو عندي اشارة كهربائية احط بدل اوضاع اليدوية والميكانيكية اشيلها وحط سلونية كهرابي وده بيبقى قيل او ملف وهو ده اللي بيأثر على فتح وغلق الفتحات بتاعتي دي كده يا حبيبي اوضاع التشغيل في اياد تشغيل من السمامات بتاعتنا كده احنا خلصنا السمام التحكم التوجيه نبدأ بقى مع بعض ندخل على نوع اخر من سمامات التي يتم عن طريقها التحكم في منظومات التحكم الهايدرولوكية وهو سمام التحكم في كيمة الضغط اللي ماشي في الدائرة مع بعضينا كده على الشاشة بتاعتنا اه قلن عندي يا ولاد هنا ده نوع من انواع سمات اللي هي القفازة قللي السمام ده هيتكون من ايه ايش ده سمام تحكم توجيه قفاز قللي السمام ده هيتكون من ايه هيتكون من عندي عنصر الغلق وياي عنصر الغلق وياي تعالوا نشوف كده السمام ده انا بستخدمه او ايه هي اجزائه قللي واحد هي عبارة عن عنصر الغلق على شكل كورة بعد كده ياي اوزنبروك مقعد السمام او مقعد عنصر الغلق بتاعي تمام الزراع الداخلي الزراع الداخلي دوت اللي هو بيبدأ يخلي البلية بتاعته تقفل الفتحة ده سمام قفاز ياي وعنصر غلق اول ما بشد اليد ديت او بتتحرك عن طريق المحرك بتبدأ اليد ديت تسحب الياي يبدأ عنصر الغلق يقفل فتحة مرور الاي ايه الزيت بتاعي فبالتالي هو بيتكون من مجموعة من عناصر الغلق بتاعتي وياي ويد للتحكم في حركة مين السمام من مميزات سمامات تحكم لزلاك ياولاد تصميم البسيط قدرة تشغيل العالية التوازن الممتاز للكوة الاي الناشئة عن الضغوط المؤسرة تعادل امكانيات التحكم المتاحة ده سمام تحكم توجيه ياولاد زلق انا اليد دي لما بسحبها بتبدأ تفتحلي الفتحات بتاعت مرور الزيت ببدأ اشوف ان الفتحة ايه بتتفتح على البريشر بتتفتح على الفتحة ايه وباخد من الفتحة اه التيب تتفتح على الفتحة ايه على الفتحة بيه في الحالة دي بيبدأ عن طريق الفتحات دي اقدر اتحكم في مرور سائل الهيدروليكي للسيلندر وبالتالي اقدر اتحكم في حركة الزراع من السيلندر بتاعه ده كده شكل من اشكال سمامات التحكم التوجهية ومع بعضينا بقى تاني ياولاد قبل ما نروح لسمامات تحكم في الضغط نشوف سمام تحكم التوجيهي ده ده هيشتغل ازاي ومهم جدا ان احنا نعرف طريقة التشغيل بتاعة السمامات في المعمل او في الدواير الهيدروليكية الفعلية يبقى انا عندي هنا ده بالنسبة لي ده بالنسبة لي سمام تحكم توجيهي التشغيل بتاعه ميكانيكي تمام هنا ده وضع في الوضع ده لازم ناخده بس الاول كده تاني الوضع ده بتاعنا ياولاد البرشر مفتوح على الفتحة بي يعني البرشر هنا ياولاد البرشر هنا مفتوح على الفتحة مين على الفتحة بي تمام والبرشر مفتوح على الفتحة بي والتي السائل هيدروليكي هينزل من الفتحة ايه على الخزان تي يبقى انا عندي هنا دلوقت انا عندي البرشر هيتفتح على مين على البي طيب يبقى انا كده السائل الهايدرولكي هيروح على الفتحة بي في السيلندر وهاخد السائل الهايدرولكي من الفتحة ايه ونزلها على مين على التانك تعالى بقى نشوف هنا يبقى انا عندي البرشر اهو البرشر اهو مفتوحة على اني فتحة على البي وهاخد من الايه ونزل على مين على التانك تعالي نشوف هنا هو كده الوضع التاني الوضع التاني لليد الوضع التاني لليد أنا عندي هنا دلوقتي فتحة البرشر وفتحة الت فتحة الA وفتحة مين الB أول وضع وهي اليد بالمنظر ده هلاقي البرشر مفتوح على مين على الB وهاخد من الA ونزل على مين على الت طيب في الحالة التانية بقى لما نبدأ يبقى انا عندي هنا البرشر حركة السائل جاية منين جاية من البرشر مديه المين يا ولاد بص البرشر مدي على مين على الت واخد من البي منزل على الت واخد من البي هنا السائل ومنزله على مين على الت ومدي من فتحة البرشر لمين فتحة البرشر اهي رايحة رايحة على مين على البي ده الوضع الاول لليد ده الوضع الاول لليد ده الوضع الاول لليد في اليد دي لما تتحرك الناحية التانية اليد دي لما تتحرك الناحية التانية هلاقي ان البراشر في الحالة دي مش بيدي للبي البراشر بيدي للأ لو اليد دي اتحركت الناحية التانية هلاقي ان البراشر مش بيدي للبي بيدي المين للأ وباخد من البي على مين على التي يبقى مين اللي بيتحكم دلوقتي في حركة سريان السائل الهايدرولكي من البرشر والتي للأ والبي هي عبارة عن يد الزلاق يد الزلاق دي لما بتتحرك هي بص تغيرت يا ولاد غيرت لي اوضاع ايه حركة الزيت لما يد الزلاق اتغيرت لقيت ان هنا خدت من البي ونزلتها على مين على التي وخدت من البرشر ودت لي مين للأ بص بقى الزلاق بيتغير اهو يبقى الحركة هتتغير يبقى في الحالة دي هت مين اللي هيدي المين البرشر هيدي البي والاي هتدي المين لتي ده كم وضع ده الوضع التالت يا ولاد بص ده وضع للسمام ده وضع اتنين ده وضع تلاتة كده انا عندي كم وضع تلاتة طب انا هنا لما جبته على الوضعين دول اللي حصل عندي البرشر اه بص هنا لما غيرت الاوضاع حركة السائل كلها تغيرت لما غيرت الوضع بتاعي لقيت ان خط البرشر اتصل بمين بالفتحة ايه وخدت بي خدت السائل اللي جاي من البي ونزلته على مين على او التانك بتاع الفيديو ده يا ولاد مهم قوي جدا جدا معلش مع بعضينا كده هن هنشوفوا تاني ده مهم جدا جدا في قراءة سمامات التحكم التوجيه السمامة هو قدامي السمام قبل ما اشتغل فيه وشغل الفيلم انا عند السمام الاولاني البرشر الوضع الاولاني البرشر هيدي المين للفتحة بي وهسحب الزيت اللي جاي من ايه على تي في الحالة دي لو انا عايز التصميم ده يبقى انا هخلي السمام على الوضع الايه الوضع الاول طب لما اجي ابدأ اضغط واجيب الوضع التاني قال لي لا ده هيجي هنا هو فهيبقى البرشر هيدي المين للتي انا هغير بدل البرشر بيدي للبي لا هاخد من البي ونزل على مين على التي يبقى في الوضع الاولاني البرشر كان بيدي للبي هنا لا هياخد من البي ونزل على مين على التي في الوضع دي ياولاد كنت باخد من الايه بنزل على التي لا انا هاخد من البرشر ودي للايه انا هاخد من هنا من البرشر ودي المين للايه افهم معايا كويس جدا النقطة دي الوضع الاولاني البرشر هيدي الان فتحة للبي الوضع التاني البرشر هيدي المين للايه مش هيدي للبي هيدي المين للايه يبقى في الوضع الاول البرشر هيدي للB وبالتالي هاخد من الA ونزل على الخزان T في الوضع التاني البرشر هيدي للA وبالتالي هاخد من الB ونزل على T خلي بالك من الوضعين واحد مرة هيدي لفتحة الB والتاني هيدي لفتحة الA وهنا لما يدي لفتحة الB هسحب من الA على التانك وهنا لما يدي لفتحة الA هسحب من البي على المين? على التانك. ده كده اوضاع الايه? التشغيل بتاعتي. تعالوا بقى بناءا على الاوضاع اللي احنا شرحناها ديت نشوف العمل بتاعها. يبقى في الوضع الاول يا ولاد. البرشر هيدي المين? للبي. ده الوضع الاولاني. البرشر هيدي المين? فتحة البرشر هتدي المين? للبي. وهاخد من ايه على مين? على التانك. ده كده الوضع الايه? الاول. طب الوضع التاني بقى اول ما اضغط هنا هيجي الوضع التاني في الوضع التاني هلاقي البرشار مش هيدي البي لا البرشار ده هيدي المين للايه وهسحب من البي ونزل على مين على التانك هو ده اللي انا عايزاكوا تلاحظوه في التشغيل يا ولاد هو ده اللي بيشرح اوضاع تغير سماوات تحاكم الايه التوجهية مع بعض كده حبيبي بالراحة كده ونشوف حركة السائل هيدرولكي فعلا بتدينا النسيجة اللي احنا عايزينها من السموم اول وضع البرشار ادى المين ليه البرشار المفروض نهو ادى المين طيب ده كده على الوضع التاني ده كده على الوضع الايه التاني ان البرشار ادى الايه وخدت من بي نزلت على مين على التانك ده الوضع التاني لما ضغطت لما ضغطت وغيرت ايه الوضع البرشار ادى لمين للبي وخدت من الايه ونزلت على مين على التانك طب هنا بقى البراشر بدأ يدى وضع تاني البراشر ادى المين بص هنا لما غيرت البراشر بتاعنا ادى المين يا ولاد ادى للايه وخدت من البي ونزلت على مين على التانك بتاعي بالتالى هنا يبقى دا كده اوضاع سمامات التحكم التوجهية دي اوضاع سمامات التحكم التوجهية ان انا عندي السمام بيكون ليه فتحتين متصل مع خط البراشر وخط تي اللي هو التانك يا ولاد وبالتالى متصل من الجانب الاخر بفتحة ال ايه وفتحة ال b في السيلندر بناءا عن دفع السائل الهايدرولكي من فتحة البراشر والتي اقدر اتحكم في مشوار التقدم او مشوار الرجوع للسيلندر بتاعي يعني لو انا هضغط الزيت بتاعي من خط البرشر وهيروح للفتحة ايه يبقى في الحالة دي السائل الهايدرولكي هيبقى من خلف المجبس هيبدأ السلندر بتاعي يتحرك يديني مشوار التقدم بس مش هينفع السلندر يتقدم الا لما اسحب الزيت من الفتحة بيه على مين على التنك بتاعي عشان يديني مشوار اسمه مشوار الايه التقدم في حالة مشوار الرجوع هوصل البرشر بالبي يبقى البريل هتاخد من خط الايه الضغط التاعي للزيت وهيبدأ يملى الزيت خلف المجبس بتاعي وبالتالي عشان ارجع المجبس بتاعي لازم اخلخل الهواء من وراء الايه المجبس فهسحب الزيت اللي موجود وراء المجبس عبر الفتحة ايه ونزله على مين على التي اهم حاجة في سمامات التحكم التوجهية تعرف انت محتاج ايه من السمام عشان يتحكم فعلا في مشوار التقدم ولا مشوار ايقاف ولا مشوار رجوع للسائل الهايدرولكي دي حاجة مهمة جدا جدا يا ولاد لازم نبقى فاهمينها عشان اعرف احط السمام باوضاعه الصحيحة اللي هتديني شرط التشغيل اللي انا محتاجه في الدايرة الهايدرولكية لو محطتش السمام في اوضاع التشغيل بتاعته الصحيحة هلاقي الناتج من الدايرة الهايدرولكية غير المنتظر او الهدف من تصميم الدايرة تمام يا ولاد فلازم نعرف نقرأ كويس جدا سمات التحكم التوجهية يبقى احنا النهاردة عارفنا ان سمام التحكم التوجيهي بيتكون من مجموعة من الاوضاع وعدد من الفتاحات وتسمية السمام بتساوي عدد الفتاحات الموجودة في احد الاوضاع على عدد الاوضاع بتاعي طيب وانا قلت ان انا لو عندي فتحتين وعندي وضعين يبدأ سمام اتنين على اتنين لو عندي فتحتين في احد الاوضاع وتلات اوضاع يبدأ سمام اتنين على تلاتة وعرفنا ان نسمي السمام كمان عرفنا الهدف من السمامات ديت ان هي مسؤولة عن التحكم في حركة سريان السائل الهايدرولكي ترجمة نانسي قنقر